السلام عليكم كانت منكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وكنشكركم جزيز شكر على التفاعل ديالكم في الفيديو السابق ديال هاد العجينة اللي بقي ما شافاش غادي نخلي لكم رابط ديالها في صندوق الوصف اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم ثلاثة ديال الحشوات آآ زوينيين واقتصاديين غادي يعجبكم ان شاء الله كانت من نتيجاتكم اللي لايك والاشتراك في قناة تعلم سعاد ونبدأ ان شاء الله عدنا بصلة صغيرة مقطع مربعات وعدنا ميات قرام ديال دجاج تهو مقطع قطع صغيرة وعدنا واحد الحبة ديال القرعة خضراء كورجيت محكوكة في الحكاكة الرقيقة واحد ريس ديال توم من طبيعة الحال الملح والبزار والزيت بالنسبة للعاجي اللي كنت وجدت في الفيديو السابق كنت وضعتها في المجميد ده باجبتها باش غادي تطلق غادي نوريكم اللي بناس بالنسبة اللي ما تعرفش يجبت من المجميد وتيخليها في البلاستيك ارات عرق ليكم من الاحسن ديروها في زويف واغطيو عليها وخليوا تطلق عليها خاطران رافات حاهم الاتشكل وغادي نغطي عليهم ونخليهم ضغط ضغيك يتطلقوا حيتي لخليتهم في البلاستيك غادي يدوبوا ويرجع لهم داك الموعة يفزقوا وغايوليوا فازقين من الاحسن هادي الطريقة الصحيحة اللي غادي تطلقوا وبالنسبة البيتزا هذا البطبوط ساورة مفتوح غادي نخلي ساوه ونغطي عليه وبالنسبة لهات البيتزا غادي نخلي هاتسا نبغي نديرها مباشرة في الفران كنخليها في المجمد كناخدوا واحد المقلة وكنديروها فوق النار وكنديروه تقريبا واحد جوج معها الكبار تلت لسة دياززيز وكنضيفوا لها ديك البصلة الصغيرة مقطعة مربعات كنشحروها شي شوية صافي وغادي نضيفوا عليها ديك ميات قرام ديال الدجاج يعني الحشوة قليلة حيت عندي كمية قليلة حيت غادي نعمر عشرة الحبات ديال ميني باكيت هذا هو العبار ويقدر اعمر لكم تتناشرة حبة سافي منك تشحر لي الججاج كنضيف الملحة وليبزار سافي وغادي نضيف الكوغجيت القرعة الخضرة حبة وحدة محكوكة في الحكاك الرقيقة مع درس ديال تومة سافي وغادي نوضعها تهية وغادي نشحرها رمعها وحد دريس ديال تومة غادي نشحر كل شي مزيان صافي وغادي نضيف شوية ديال الزعتر الزعتر كي يجي مع القرعة الخضرة كي يجي معها بزاف صافي غادي تشحر لكل وغادي نضيف واحد من اربع كاس ديال العنبة ديال الكريمة ديال التبخ تل نصف كاس على حساب بتقدروا تديرو غاربع كاس وغادي نضيف لهم واحد جوج مع القبار ديال الفرماج محكوك اي فرماج كاتبغيو غادي تطيفوه كي خلي هاتجاج ما كيجيش ناشف وكيجي معلك وجيزوين هادي هي الحوشوة اللولة صافي كنخليها تطبخ ش شوية صافي وكنتفع النار وكنبدأ نخلي عدفة ش شوية وغادي نبدأ نعمر غادي نحط ش شوية هنا بينما عمرت ونزيد كنجيب ميني باكيت كي مشتورة تطلقات وتايين فتوحة وخشيتها في المجميت صافي كنعمر كندير جوج معلق بالنسبة لهاد الميني باكيت ما غاندير لاسوس لوالو بالنسبة هاد الحوشوة كتجي معلك وما محتاجش ما كيجيش ناشفة كيجي معلك كزوينة بالفورماج وبالكريمة غادي نبقى مستمرت كنعمر هاد الخاليط اللي عندي وغادي ندوزو ان شاء الله العمارة الثانية اللي غادي ستتغربوا منها ولكن رازوين عدنا ثلاثة البيضات عدنا آآ الفورماج جوج فورماجات مربعين وعدنا قريبا واحد جوج معلق ديازز كنديروهم في هاد المقلع على نار المتوسطة كنديرو ثلاثة البيضات كنوضعوهم كنضيفو ذاك الفورماج المربع وكنحركو شوية كنزيدو الملحة والبصار وكنخلطو وما كنخليوش ذاك البيضات بزاف ساكي طيبو كنشفو كيديل سقشر كنخليو كنضيفو لي واحد اللمسة ديال المعدنوس صافي كنشد هاد الخبيزات يولي وكن نسخنهم اولا نحمروهم كنجيبوهم زوينين كنديرو لهم على الطريقة صافي وكن نبدأ نعمرهم بالنسبة للتعمار عدي هاد الفورماج ديال ساندويتش كنشدو ونقسمو على 4 مباش ما كيكونش داك ضايع كيكون داك الشي قليل وزوين اول حاجة كندير هاد السوس ديال الساندويتش اللي كيجي زوين بساف غادي ندير شي شوية وغادي ندير ساف بالنسبة اللغطة ديال هاد الخبيزات صافي كنبدأ في اللول ما بينش لكم ما شفت ما شفتو ما شفتوش تالاخر ولكن سمحوا ليها غادي نعاود لكم ان شاء الله كان اخدو البيض على هاد شكل كنديرو جوجو معالق وكنبدو نجمعو البيض راكي يجيم علي لكم زوين وكنضيفو لي الفورماج غادي نعاود لكم دا باع غادي شفت عباش مقافية الحالة وانعاود نقاد لكم سافي كنديرو داك السوس ومن بعد كنديرو الخصيص شوية مشي بزاف وكنديرو هاد البيض على هاد شكل كنديرو بادل معالقات بجوجو وكنضيفو لي هاد الكربع ديال الفورماج على هاد شكل ما نقول لكم غا رائع اكتر غادي نزيدكم واحدة اخرها هادو رفيهم السوس كنديرو الخصيص شوية يعني هاد شيمي سيكون ميني اراها الحوشوتة هي ميني سي حاجة قليلة ثلاثة البيضات يعني عمروا ليها تقريبا محسبش كتر من عشرة كتر من عشرة كتر من عشرة كتر من عشرة اللي درت بالنسبة لميني باكيت تقريبا عندي عشرة ولكن هادو هامبورجور كتر كتر من عشرة صافي كنعمر على هاد شكل وكندير البيض اللي قلت لكم على هاد شكل كيجي معدك الفورماج المربع رامان قوش ليكم تيجي ماشيا رائع اكتر من رائع صافي والفورماج جي الساندويتش وها هو صافي جا قد قد ده بغادي ندوز ان شاء الله الحوشوتة تالتا ديال ميني بطبوطة اذا نعدي اتناش 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 روحدة ديال خبيزاز غادي ندوزو العمارات ديال البطبوط عندنا وحد الخيزوية صغيرة محكوكة في الحكاكة الرقيقة يعني دا كشيتها هو قليل عدنا شوية الخص وشوية ديال الزيتون كيما شفتو ما بغيش نكتر لكم البايد والمسائل كلها عدنا واحد البصيلة صغيرة مشلضة وعدنا واحد العلبة ديال الطون ديال الزيت صفيته وشوية ديال خص مقطع هدو هما المكونات غادي نخلطهم بواحد المعلقة ديال الحار اول ديال الهريسة واحد جوج مالق ديال مايونيز غادي نخلط وما زال نزيد واحد المعلقة واحد اخرى كيما شفتو هاد الحوشوات بساط بزاف وساهلين وكيعمروا العين منيك نديرو هاد شكيلة كاملة وكنحطوها راشي حاجة اللي هي زوينة والحاجة الزوينة بزاف هي هاد العجينة اقتصادية ما فيها لحليب لاتاشي حاجة وكتجير طبا وكتبقى مدة طويلة ما كترى لاتاشي حاجة كانت تمنى تصبيقاتكم تخليوها لي عبر الفيسبوك والانستغرام غادي نخلي لكم الروابط ديالهم في اول تعليق ان شاء الله واللي بقي ما مابونيش عندي في انستغرام بغيت العائلة تكبر يمشي مرحبه والف مرحبه على راسي وعينية باش تكبر العائلة وشكرا الله يجازيكم باخير قاعد اللي يدار شي حاجة وساهم في شي حاجة او لا كتب شي سعلي قزوين او لا المهم اي حاجة درتوها الله يخلف عليكم والله يعطيكم صحيح تكم وشكرا الله يجازيكم باخير كندير جمعية القاعد باش كنعمر كنبقى مستمرات كنعمر الحشوة ديالي وبالنسبة لهذه الحشوان البنات ماشي نديروها ونخلي كنبغيو نقدمو هذه الحشوة اللي خاصة ما ما تتعطلش او لما تباتش المهم غادي نديروها ونقدموها مباشرة حتى فيها شوية البصلة وفيها البطبوط يفزق بالنسبة للخص بالنسبة للمسائل كامل صافي دابا غادي نجبد ان شاء الله نجبدتهم المجمد اني شان هادا بيزا سخنت الفران غادي ندخلهم خمسة دقيق وغادي نخرجهم صافي غادي نستفهم باقي مجمدين وغادي ندخلهم الفران وغادي نخرجهم انا شوية خليتهم دازتهم معا كنت ممسالياش ولكن اردوا البال را دغية دغية صافي هدية تشكيلة ديال هات البلاطو كنتمنى يعجبكم وتشجعوني بلايك والبرتاج كيف ديما ملأ الى الي اعجبكم محتوى ديال هاد الفيديو باش نبقى نستمر في هاد الفيديوهات وخا تتطلبوا واحد المجهود كبير ماشي مشكي على الرأس والعين وشكرا الله يجزيكم بخير وبسلام عليكم استودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله بسلامة